تسمع أغاني أنت أغاني؟ أي يعني سابقا كنت أسمع بس الوقت الآن ما يسمع بس يعني هالسانة لعم وارد أمر لك على عبدالله رواشد قد أغنية أنا من زمن عبدالله رواشد ياهي منه الغرور لما يصيب الغرور الغرور مشكلة لأن حلبوسي أصابه الغرور أصابق غرور والغرور لما يصيب مشكلة شوف أنا من خلال يمكن كل يعرف أنا من الأشخاص علاقتنا خاصة أنا والأخي الحلبوسي ومن المقربين لا الحب واضح بالقرار هو لم يكن مغرور وما أصاب الغرور بس الآخرين قد يكون عنده بعض الأخطاء كنا نخطأ قد يكون عنده موقد عنده بعض الأخطاء واني عندي أخطاء وأي واحد عنده أخطاء كلنا نخطأ ولكن بالسياسة الجو العام بعد الثانية وثلاثة ما متعود على قائد عنده كارزمة عنده قرار عنده حنكة سياسية عنده إمكانية تفكيد دهاء سياسي شي سسميه فيقولون هذا مغرور ما أتفقوا بالمناسبة في بعض التفاصيل أكيد ولكن هو ليس مغرور هو شخص عنده إمكانيات كبيرة الآخرين ما يريدون هكذا شخص هل بعد مستقبل؟ مستقبل أقوى من قبل أكبر من قبل بس هاي النقطة أقوى من قبل أقوى من قبل نعم نعم لو الحلبوسي انسحل بهذه الأحداث وظهر شخص اسمه سين خالد أحمد محمود نجم أي واحد وأخذ مكان الحلبوسي واشتغل بنفس سياق الحلبوسي هل راح يتركوه؟ لا ما يتركوه أكيد فهي الموضوع ما مرتبط بشخص الحلبوسي بالأداء أخوة يوسف بالسنة لما ذبوكم بالبير من السنة ومن الإطار لا أنا أقصد هالسيادة لو تنتظرون أنتم بالبير الأيادي يا أيادي أخوة يوسف أكثر وقسوة عليكم كانوا في المثلث السني في المكون السني أم في الإطار لا هو أشوف هو حتى اللي بالمكون السني هم أدوات جزء معدهم أدوات بيد الإطار أدوات بيد الإطار بيد قرارهم الكثير معدهم قرارهم مو بيدهم وحتى الأخوة بالإطار الأغلبية كانوا متفاجئين وما متفقين ويلي صار والدليل على ذلك صوتوا والمرشحنا 152 صوت منين جاء ذولهم ومن الإطار المرشحين عدنا اتفاقات سياسية معهم وعدنا مصالح سياسية معهم أكو جزء ما يرغبون بوجود تقدم بهذا الشكل السنة اللي موجودين البعض من عدهم أخذ مساحته وإحنا مو ضد يأخذون مساحتهم أبدا هتعاملوا مع أخوة يوسف عسى أن اتخذه ولدا شوف مرات يصير أب وعنده أولاد الأب يموت العين وين تروح تروح على ابن الشبير حتى يكون هو بمثابة الأب من يجون يقسمون الوريث الابن الشبير يتنازل ما يقف يم الصغار ما يقف يم التفاصيل حتى يبقى لام أخوته ويسير لهم أب بس يطلع لك واحد الأصغر وابن الثانية هذا يكون طماع ابن الثانية ابن الثانية والزغير طماع عليه كل شيء فإحنا للأسف اللي لدينا أخ كبير طلع صغير ابن الثانية وقام يدور هاست ولد الثانية؟ لا إحنا ولد الأولى الكبار والدليل العدد والجمهور والنتائج ما احترامنا للآخرين بس احنا احنا الورثة لمن؟ للأبونة هو السنة وما بعدهم؟ طبعا ورثة ملك الجزء الأكبر هو يمنى والآخرين كل واحد يأخذ المساحة طبعا النتائج الانتخابات شوف